بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على الارقام القياسية هي مقارنة لسلعة من حيث price الـ P ومن حيث quantity الـ Q ومن حيث value الـ V اللي هو الـ PQ لأن طبعا الـ value هي عبارة عن price time quantity أو سعر في كمية اللي هي القيمة هنقارن في السلعة دي بين A و A بين سعرها في سنة الأساس وسعرها في سنة المقارنة كميتها في الأساس وكميتها في المقارنة قيمتها في سنة الأساس وقيمتها في سنة المقارنة إيه هي سنة الأساس وسنة المقارنة الـ PZ هي سنة الأساس اللي هي السنة الصغيرة بنديها الحرف O compared إير اللي هي سنة المقارنة اللي هي السنة كبيرة بنديها يعني لو هي يبقى تاخد والكومبيرد يبقى هي مش لازم الرقمين دو يعني افرض مثلا يبقى في المهم السنة الصغيرة تبقى هي الأساس والسنة كبيرة تبقى هي المقارنة فأنا لو بكلم على بتاع سنة الأساس والبرايز بتاع سنة المقارنة بي تي كمية كمية سنة الأساس كمية سنة المقارنة تيو تي بالنسبة للفاليو اللي هي بي كيو بالنسبة لقيمة سنة الأساس بي أو كيو أو لقيمة سنة المقارنة بي تي كيو تي تعالوا نتعرف على هذه الأرقام الاندكس نمبر من حيث البرائز الأول عشان تطلع برسنت طبعا خد بالك دايما الكريتيريا اللي همشى عليها ان التي تبقى فوق والأو تبقى تحت يبقى بي تي على بي او ده اسمه كومباز اجريجاتي برايس يعني الرقم التجميعي للأسعار جي واحد اسمه لاسبير قال لا هو انتم مش هتدخلوا الكميات في الموضوع مش هترجحوا بالكميات هو المبدأ بتاعه انه يرجح بكميات سنة الاساس اللي هي الكميات بتاع البي زير يعشان كده نزلت السميشن بي تي على سميشن بي او زي اللي فاتت بالزبط زي الكريتيريا اللي بنمشي عليها وحطينا كيو او فوق وكيو او تحت وضربنا في هندرت جي واحد اسمه باش قال اكتبوا ليه نرجح بالكميات بتاع سنة الاساس ما نرجح بالكميات بتاع سنة المقارن اللي هي الكميو تي الكميات بتاع الكمبير دير فراح قيل لك سميشن بي تي على سميشن بي قوم شوه ده الكريتيريا اللي ماشي عليها حط فوق كيو تي وتحت كيو تي وضرب في مية جي فشل قيل لك لا ده أنا حجم مع ما بين لسبيرو باش عشان كده اسمه ideal index number وعشان كمان بيكتاز اختبارات في الزمن وفي المعامل وحاجات كتير راح جايب لسبيرو باش حطوهم تحت الروت حط لسبير في باش اللي احنا لسه مطلعينهم في second step وفي third step تحت الروت وضرب في مية برا الروت برضو عشان يطلع اللي مفهمش يركز في الكوانتيتي لاني هعيد نفس الكلام بس بالنسبة للكمي سميشن كيو تي على سميشن كيو او ده الكريتيريا اللي حمشي عليها اوعى تنسى اني تي فوق والاو تحت بس انا هنا بدل البي خليتها كيو بقى عشان دي كوانتيتي Composed Aggregative Quantity يعني الرقم التجميعي للكميات راح جيلة سبير قالك لا هناخد الكيميات بس مش هنرجح بالاسعار هنرجح بالاسعار وهو المبدأ بتاعه انه يرجح باسعار سنة ايه الاساس اللي هي البي او فحطينا الكريتيريا بتاعتنا سميشن كيو تي على سميشن كيو او بس ضرب فوق في بي او وتحت في بي او time hundred جيباش قالك مش الكريتيريا سميشن كيو تي على سميشن كيو او بس انا هرجح باسعار سنة المقارنة بي تي وفتحت بي تي ورح جاي فشر جمع ما بين اللي اتنين تحت الروت حطي الاسبير في باش تحت الروت وبره الروت ضرب في مية الفاليو هو رقم واحد بس مش الفاليو عبارة عن بي كيو حطينا بي كيو فوق وحطينا بي كيو تحت بس المبدأ او الكريتيريا بتاعتنا بنحط التي فوق والاو تحت اذا الرقم هيبقى سميشن بي تي كيو تي على سميشن بي او كيو او ونضرب في مية لما داكم بوس اجريكيدر فاليو الرقم التجميعي للقيمة تعالوا نشوف ايجزامل انا عندي ثلاث سلع ABC مديكي البرايس والكوانتيتي بتوع سنة 2000 2-1-300-200-400 مديكي البرايس والكوانتيتي بتوع سنة 2005 4-5-2-300-800-300 وبقولك find all index numbers طبعا عشان نتمرن لكن عمتا ما بنجيبش كل دا طبعا احنا بنختار ثلاثة او اربعة بالكتير ثلاث ارقام يعني من الارقام اللي احنا عرضناهم دول كله لك احنا في الارقام دا هنحل كل حاجة تعالوا قبل ما نبدأ نسمي البرايس بتاع سنة 2000 احسنة 2000 دي البيزير خد بالك وال2005 compare دي هتقول لي عرفت منين ما قلنا احنا اتفقنا السنة الصغيرة تبقى البيزير اللي هي الالفين والاكبر مش 2005 مش اكبر منها تبقى compare دي يبقى الالفين تاخد O والالفين وخمسة تاخد T طب برايس 2000 يبقى ايه يبقى BO كوانتيتي 2000 يبقى ايه يبقى QO البرايس بتاع 2005 يبقى ايه BT الكوانتيتي بتاع 2005 QT تعالوا نعمل جدول اولا الاتمس كلها ABC وعندي اربع خنات دول given دول given اللي احنا لسه نقلينهم من المسياق المسألة BO QO لسه مسمينهم BTQT وروحت انا بس مجمحهم BO طلعت 6 QO طلعت 700 BT طلعت 11 QT طلعت 1400 400 احنا بقى هنعمل بداية من هنا من 5 لغاية 8 احنا اللي هنعمله هنعمل نضرب كل 2 في بعض تعالى نضرب مثلا BTQO عشان نعمل الخانة 5 يعني هنضرب مين في مين يعني هنضرب الخانة 3 في الخانة 2 يلا 4 times 100 400 5 times 200 1000 2 times 400 800 مجموع هذه الخانة 2200 تعالوا نجيب الخانة 6 بقى BO QO احنا بنقض كل 2 في بعض يعني هنضرب مين في مين 1 times 2 الخانة الاولى في الخانة التانية 2 times 100 200 1 times 200 200 3 times 400 1,200 تعالوا نجمع هذه الخانة يبقى 1,600 number 7 عاوزين BTQT يبقى تعالوا نضرب الخانة 3 في الخانة 4 4 times 300 1,200 5 times 800 4,000 2 times 300 600 نجمع الخانة دي يطلع 5,800 الخانة الاخيرة number 8 تعالوا ناخد B-O-Q-T يعني نضرب مين في مين نضرب 1 times 4 2 times 300 600 1 times 800 800 3 times 300 900 6 times 3 times 300 900 تعالوا نجمع هذه الخانة تطلع 2,300 300 يلا هنجيب كله نجيب ال-price الأول compose aggregate price submission BT over submission B-O time 100 كل حاجة موجودة خلاص مش احنا قلنا الكريتيريا بتاعتنا ان T فوق وال-O تحت ال-B-T 11 هاي اللي هي جايبينها فين في الخانة رقم 3 طيب submission B-O اللي هي الخانة number 1 ال-ethics submission بتاعها نقسم ونضرب في 100 183.33% طب دي زادت بقد A increase by 83.33% ما احنا رقم القاس المفروض يبقى 100% ده ده فوق 100% ده 133 33 من 100% يعني زاد بقد A زاد 83 33 من 100% يبقى بناخد الرقم اللي يطلع minus 100% نشوف هو زاد بكام فوق ال-100% طيب جيل سبير قال لك مش الكريتيريا سميشن B-T على سميشن B-O أنا أنا هرجح ب-Q-O Q-O هحط Q-O فوق و-Q-O تحت ونضرب في 100 يبقى احنا محتاجين فوق نجيب A B-T Q-O جايب بينها في الجدول number 5 2200 طيب تحت في ال-Dominator B-O Q-O جايب بينها في الجدول اللي فات الخانة number 6 اللي هي 1600 نقسمهم ونضرب في 100 تطلع 137.5% يبقى increase by cam 37.5% باخد اللي فوق المية في المية جيباش قال لك submission B-T على submission B-O ماشي بس هنرجح بQ-T Q-T ونضرب في 100 ال-B-T Q-T احنا جايبينها الخانة number 7 submission بتاحها 5800 divided submission B-O Q-T ال-B-O Q-T احنا جايبينها اللي هي الخانة number 8 2300 تعالوا نقسمهم ونضرب في 100 يطلع 252.7 17% يبقى increase by cam 152.17% ما انا باخد اللي فوق المية في المية فشر جيبقى اللي هو ال-Idle index number جمع ما بين لسبير وفباش تحت ال-Root وضرب في 100 بر-Root في طريقتين للفشر يتاخد الفراكشن بتاع لسبير وباش وتحطهم تحت ال-Root او تعالا نشوف بس الطريقة الاونية الاول الفراكشن بتاع لسبير ارجع كده لسبير حتلاقي 2200 divided 1600 طيب تعالا ناخد الفراكشن بتاع باش اللي هو 5800 قدامنا هو divided 2300 ونضرب ونضرب ونضربهم ونضربهم ونجيب ال-Root واللي يطلع نضربه في 100 يطلع 186.2% او ممكن ناخد الفاينل انصر بتاع سبير لو 137.5% يبقى نعملها divided 100 ليه لان علامة ال-percent يعني معناها divided 100 طيب تعالوا ناخد باش باش 252.17% يبقى نحط 252.17 divided 100 احنا بننسى ال-100 دي عشان كده انا بخشى عليكم من الطريقة دي واللي يطلع نضربه في 100 يطلع نفس النتيجة 186.2% يبقى increase by cam 86.2% عشان احنا بناخد فوق المية في المية اللي ما فهم شي ركس لانا هعيد نفس الكلام بس بالنسبة للquantity composed aggregative quantity قلنا summation qt على summation qo في 100 الرقم التجميع للكميات الكريتيريا بتاعتي ان t فوق وال o تاعت بس انا غيرت هنا خلتها q بدل p عشان في p كنا بنتكلم في price هنا هنتكلم على quantity qt جايب انها قبل كده اللي summation qo جايب انها قبل كده الخانة number two 700 ونضرب في 100 يطلع 200% يبقى increase by 100% لان احنا بناخد ما فوق المية في المية جيلا سبير قال summation qt على summation qo زي ما احنا بس هنرجح بpo نحطها فوق وتحت ونضرب في 100 تقول لي هل qt bo عندنا اه عندين كل حاجة عندين اللي هي الخانة number 8 اللي هي summation بتاح 2300 تقول لي بس دي bo qt طب هي هي ما الضرب ابدالي 5 time 6 هي 6 time 5 divided summation qo bo عندنا اه طبعا عندنا اللي هي الخانة number 6 هي 1600 هي هي ما احنا قلنا qo bo هي هي bo qo ونضرب في 100 يطلع 143.75% يعني increase by 43.75% جيباش قال مش انتو summation qt على summation qo بس هنا هنرجح بbt bt bt for bt تحت يبقى احنا محتاجين انا خانة بقى summation qt bt هي هي bt qt اللي الخانة number 7 5800 800 تحت في الديمينيت submission qo bt هي هي bt qo اللي هي الخانة number 5 2200 ونضرب في 100 تطلع 263.63% يعني زاد بكم زاد 163.63% بناخد فوق المية في المية تعالوا نشوف فشر بتاع الquantity index number والideal index number اللي جمع بين lasper وبash احنا عندنا two options او عندي two solutions اول حاجة ان احنا ناخد الفراكشن بتاع lasper 2300 divided 1600 طايم الفراكشن بتاع pash 5800 divided 2200 ونخلص الroot ونضرب في 100 يطلع 194.67% او تعالوا ناخد الفاينل انسور بتاع lasper 143.75% علامة الpercent نخليها divided 100 طايم الفاينل انسور بتاع page 263.63% ناخد برضو 263.63 وعلامة الpercent نخليها divided 100 وبعد ما نخلص الroot نضرب في 100 يطلع 194.67% يبقى increase by 94.67% اخر حاجة تعالوا ناخد الفاليو compose aggregated value او الرقم التجميع للقيمة القيمة بي كيو منطق سيعرف كمية وتحت برضو بي كيو والكريتيريا اللي احنا بنمشي عليها من ساعة ما بدأنا نقول ايه ان دايما الت فوق والأو تحت يبقى بي تي كيو تي على بي أو كيو أو ونضرب في 100 عندنا كل حاجة بي تي كيو تي احنا عندنا الخانة نمبر 7 5800 ديفايد بي أو كيو أو اللي الخانة نمبر 6 اللي هي 1600 ونضرب في 100 يبقى 362.5% يبقى increase بي كام 262.5% لأننا باخد فوق المية في المية افرض بقى ان الرقم ال 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 طلع اقل من المية في المية طبع بدأ increase هيبقى decrease يعني مثلا طلع 90% يبقى ده decrease by 10% طلع 80% يبقى decrease by كام 20% ودي exercise عشان نحل شكرا لحسن الاستماع